استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأميرة علي بنت الحسين والوفدة المرافقة لها لبحث فرص تعزيز التعاون بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال حماية الطبيعة والاستثمار داخل المحميات الطبيعية وخلال اللقاء أعرب مدبولي عن الترحيب بتشارك الخبرات بين البلدين في كافة المجالات التي يمكن أن تعزز التعاون الثنائي بما في ذلك المشروع الخاص بتدشين التوأمة بين محمية المأوى الطبعية والبرية بالأردن ومحمية توادي الريان بمحافظة الفيوم وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تمثل إطارا فاعلا للتعاون من أجل تحقيق أهداف حماية التنوع البيولوجي وزيادة فرص الاستثمار اشتركوا في القناة